طيب أنا عايز حضرك بقى تدينا رشدة كده لطيفة علشان نخلي أول حاجة الإقلاع عن التدخين يبقى أولوية وبعد كده فلوس الإقلاع عن التدخين أو فلوس التدخين نوجهها الأولوية تانية داخل الأسرة فإيه الرشدة اللي حضرك تديها للناس علشان اقتصاديات الأسرة تتحسن بالإقلاع عن التدخين لما تعرف إن الدولة بتصرف كل سنة 3 و 2 من 10 مليار جنيه علشان علاج ما هو مترتب على التدخين هتعرف إنك إنت من جيبك كمان بتصرف أعلى مما تتخيل وإنت أولادك تستحقه طيب إنت محتاج تبدأ أدركت أصولي الأمراض المترتبة على التدخين الأمراض المترتبة على التدخين أمراض اللي هي السادة الرئوية اللي هي السي أو بي دي سرطانات أنا عايز أقول لحضرتك إن أي أمراض غير معادية يدخل في أسبابها التدخين حنرجع بقى لما تبقى عارف ده إنه الموضوع بقى مش شرط إن أنت عندك مرض رئوي لا ده أنت ممكن يبقى السكر يتضهور بسبب التدخين وحتضطر تبقى مريض مزمن سكر أو ضغط لو أنت عندك أمراض في المسانة سرطانات المسانة من التدخين افتكر حضرتك إن دي صحتك حتبدأ تقتنع بإنه لازم تبدأ تتحور طب اللي ستابس الأولانية اللي نقدر ناخدها إيه أكل صحي ورياضة ببساطة بمطالة بساطة أنا مش هقول لها حديثك صح إحنا فيه عندنا أوجه العلاجات الأخرى اللي هي بتعوض النكوتين ودي لها علاجات فعالة وبيتجيب نتائج في حاجات كتيرة جدا طالما أني فيه إراضة لكن أنا زي ما أنا قلت لحضرتك أنت البداية بميند سات اقتنع تغير تفكيرك بتغيير تفكيرك هتبدأ تاكل كويس هتلاقي عندك صحتك بتتحسن تلعب رياضة الدورة الدموية مش هيبقى عندك الوقت أو الإحساس بإنك محتاج تفرغ توطرك في السجاير